بسم الله الرحمن الرحيم أنا أخوكم عبدالله عبد المحسن الحربي أستاذ مشارك في المناهج وطرق التدريس في قسم التربية في الجامعة السلامية وحقيقة أني مشارك في هذا المؤتمر بورشة عمل بعنوان دور المناهج في تعزيز الهوية الوطنية وحقيقة أني سعدت بوجوده في هذا المؤتمر وسعدت أيضا بما فيه من فعاليات ومن ندوات وجلسات علمية وورش وأسعدني كذلك أكثر التنظيم الرائع لمنسوبي جامعة شقرة حقيقة تنظيم مبهر أنا قبل ثلاث سنوات كنت من منسوبي جامعة شقرة وأعرف الحماس الذي يحيط بمنسوبيها فهم متحمسين لكل شيء يظهر صورة الوطن بصورة جميلة وقد تنفرد جامعة شقرة حقيقة في هذا العنوان وهو عنوان مهم ونحتاجه في هذا الوقت الذي انتشرت فيه لوسائل التواصل الاجتماعي ومفاهيم مضادة للوطنية مثل العولمة وغيرها وكثير من القيم والسلوكيات الوافدة على الوطن أشكر الجميع على حسن الاستضافة وحسن التنظيم لهذا المؤتمر وأسأل الله لي ولهم التوفيق والسداد